السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا يا أحبائي لقد اشتقت إليكم كثيرا كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير اليوم يا أحبائي سأحكي لكم حكاية جديدة عنوانها كجمولة في المدينة لنستمع جيدا أكملت كجمولة دراستها في مدرسة القرية وقررت أن تتابعها في المدينة قال لها والدها القرية ليست كالمدينة يا كجمولة المدينة فيها شوارع وصيارات ومنازل وعمارات وحضائق ومنتزهات ومعامل ومستشفيات وملاعب استمتعي بالحياة هناك ولكن في أوقات الفراغ فقط قالت الأم لزوجها وأين ستسكن ابنتنا يا محمد أجاب الأب والله لا أدري ربما في دار الطالبة أجابته زوجته لما لا تسكن مع عمتها إيط صاح الأب فكرة رائعة استقرت كجمولة عند عمتها إيط وصار لها أصدقاء جدد ترافقهم إلى المدرسة في الحافلة ويلتقون في بيت عمتها أو في بيت أحدهم ليراجعوا دروسهم صارت كجمولة محبوبة لدى الجميع بفضل خلقها الرفيع واجتهادها في الدراسة وإتقانها التمثيل والرياضة لم تنسك جمولة أصدقاءها من أهل البادية كانت تهاتفهم وتطلب منهم الاجتهاد وعدم نسيان قريتهم انتهت حكايتنا يا أحبائي أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر